طيب نروح بقى طبعا مسؤول الأهلي خلاص حددوا الحقيقة يوم الجمعة اللي جاي موعد لصفر بعثة الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي لقطر استعدادا بقى لمنافسات كاس العالم للأندية ولزي ما حضراتكم عارفين هتكون من 4 ل 11 فبراير اللي جاي احنا عارفين أن الأهلي هيستحب كل اللعبين في قيمته للدوحة عشان كان في ناس كتير بتسأل في الموضوع ده لا كل اللعيب هتكون في القيمة الرايحة لقطر أو للدوحة تكريما ليهم بعد تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا الأهلي بإذن الله هيقابل الدحالة لقطر يوم 4 فبراير وفي حالة الفوز باللقاء الأهلي هيواجه طبعا بارن ميونيخ الألماني يوم 8 فبراير مش مفروض من دلوقتي أن احنا نفكر في مباراة بارن ميونيخ أبدا واللي هي أكيد الأصعب وده كلنا بنتكلم فيه ولكن أهم حاجة هتكون مباراة التحيل اللي ان شاء الله هنقدر نحقق الفوز فيها والله يمبرح بالصدفة كده صارة كنت بتفرج على مطشف كاسنجل ترى بين مانشستر سيتي وفريق صدقيني معرفش لغاية اللحظة دي اسمه إيه مانشستر سيتي كسب بالعافية لا مانشستر سيتي كان متأخر لغاية آخر يمكن عشر دقيقة في المطش واحد صفر وقدر طبعا 3 واحد اتنين اتنين واحد خيالي تلاتة اتنين او تلاتة مش كسبه خلصة هو ولدينا شخصهم اتنين بس اللي عايزة أقولولك ان ده حصل بعد ما باير ميونيخ خرج من الكاس على ايد فريق اسم هولشتاين اعتقد درجة ثالثة او درجة رابعة ريال مدريد من فترة خرج برضو من كاس أسبانيا على إيد فريق من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة هي النوكاوت بطولات النوكاوت أو الخروج المغلوب يعني إحنا طبعا كامل الحترام إحنا اتفقنا إحنا رحي نلعب بطولة كاس عالم رحي نلعب مع أبطال إحنا مش رحي نلعب مع فرقة صغيرة كان بطل الكونكاكاف كان بطل أوروبا كان بطل أسيا كان بطل أمريكا لاتينية هو جاي بثقافة البطل وكلها أندية لها أسماء كبيرة جدا لكن اللي عايز أقوله أنه الفرص دايما بتزيد في النوكاوت يعني فكرة أنه خروج المغلوب دي تسمح وتدي مساحة أكتر أنك أنت تراهن وأنك أنت تكون عندك حتة المغامرة أو الجرأة أو النفس الطويل زي ما هيلعبها مستر موسيماني وفي جميع الأحوال كل السيناريوهات وردة مع الأهلي ومع شخصية الأهلي لو حضرين بروح البطل وبشخصية النادي الأهلي وبروح الفنينلة الحمرة أنا بتهيألي أنه نادي الأهلي ممكن وإن شاء الله بإذن الله يروح لبيت اشتركوا في القناة